ماذا تريد إيران؟ تريد الهيمنة، تريد الدمار، ما تريد إيران ليقليم كردستان؟ انظر إلى البصرة، هذا ما تريده، انظر إلى العمارة، انظر إلى الكويت، انظر إلى بغداد بحق الأخ مسرور برزاني لما في أحد دقاءاته يقول أحنا بخمسة بالمئة سوينا هذه المحافظة بنائنا هذا الشيء، سوينا هذا المنجز، طوني شيء مشابه إلى في المحافظات العراقية الأخرى وهي مهيمنة على كل الميزانية، هذا هو السر الاستهداف كردستان أصبحت مثل وهدف وقدوة للمناظر العراقي العربي خارج كردستان وبالتالي العرب الآن بحق يطالبون الإطار ويطالبون المليشيات ويطالبون الأحزاب إيران والأحزاب السنية والشيعية يقولون احنا ليش ما عدنا؟ احنا ليش ما تسوينا؟ وبالتالي هذه أحد الأسباب اللي تدعو إلى استهداف كردستان، هذا الاستهداف اللئيم مع التذكير بنقطة جدا مهمة في رأيه وهي الحكومة، حكومة السيد السوداني حقيقة قامت بموقف رسمي مشرف الموقف الرسمي؟ نعم، السوداني رفض هذا الاعتداء الغاشم الجبان، قاسم العرجي جاء إلى هنا بسرعة وفند هذه الادعاءات رئيس لجنة تحقيق سيد عباس الزامي لي أيضا فند هذه الادعاءات متأكيد، ووزير خارجيا ووزير الدفاع أنا أعتقد هذا هو السر خوف إيران سر خوف إيران أن حتى حلفاء الشيعة من الأحزاب الإسلامية أو من من باركتهم إيران وأغدقت عليهم إيران أصبحوا الآن في حرج أمام العراق أمام أحزابهم وبالتالي يريدون شيء من الحرية هذه حرية القرار في بغداد خلتهم يضربون في أربيل العلاقة هي اسمع يا حليفي في بغداد اسمع يا الولائي في بغداد اسمع يا التابع لي في بغداد هكذا تقول إيران إذا كدستان أضربوا أنا شي سوي بكم هذا تهديد واضح للسياسين العراقيين أخذوا يثم الملون من الهيملة والاستعمار الإيران